وجه مدير وعام مديرية المنصورة بمحافظة عدى الرئيس اللجنة الامنية بالمديرية احمد علي الدوودي باعادة تأهيل وترميم جميع مراكز الشرط في المديرية ورفضها بكافة الاحتياجات اللازمة للقيام بمهامها المناطبها على نفقة السلطة البحلية بالمديرية جاء ذلك خلال تفقده سير العمل في مركز شرطة كابوتا واستمع من رئيس البحث الجنائي النقيب علي سالم الى شرح مفصل عن العمل والاحتياجات اللازمة لتطوير الاداء والرفع من الجاهزية الامنية بالمركز كما اطلع على احوالي واوضاع السجناء ووجه قيادة الشرطة بضرورة سرعة الفصل في قضاياهم اولا باول ضمن خطة قيادة المديرية المتعلقة بالتأهيل في مراكز الامن داعيا المواطنين للتعاون مع الاجهزة الامنية والحفاظ على امن واستقرار المديرية اشتركوا في القناة